اشتركوا في القناة وعلم ان الامر ليس مبالغا فيه بل حق كالشمس في رابعة النهار لان الله اعذر الى العباد واذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى اما في الاخرة تخرس الالسنة ولا يمكن ان ينطق احد الا بالحق ولا يمكن احد ان يتكلم الا من اذن له الرحمن وخشعت الاصوات للرحمن خضعت وخشعت وذلت في الثرثرة والكلام وارسال الالسنة والضحك والتعيير هذا اللامبالا في الالسنة حقوق العرض حتى ان الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري لانه يتكلم بالكلمة من صخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها ابعدا مما بين المشرق والمغرب وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد وانسنتهم اين انت انت قرأت كتاب الله وقرأت ان الله عز وجل يسمعك ويراك وقرأت ان الملك بقيب على لسانك وتحفظ هذا اللسان في الخصومات غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات ترجمة نانسي قنقر